أهلا بكم مجددا معكم نوريس علي من دون التعلم مع ناو وفي هذا الفيديو سنكمل تعلم كيفية إنشاء منتدى متكامل في موقع وورد بريس وتحديدا في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية إدارة وتقسيم المنتديات أو تصنيفها فبعد الانتهاء من الفيديو الماضي أيضا قم بإنشاء منتديات أخرى فمثلا في الفيديو الماضي كان لدينا منتدى كرة القدم وأدناه منتدى يتبع له الدول الإسباني ومنتدى كرة السلة ولكن بعد انتهاء الفيديو قررت أن أنشأ منتديات أخرى نقوم بإنشاء منتديات أخرى منها قم بإنشاء منتدى أسميته الفلسفة البوذية للتحدث عن الفلسفة البوذية وزواياها المختلفة أيضا أنشأت منتدى آخر اسمه الفلسفة الهندسية للتحاور حول الفلسفة الهندسية لكن أنا عندما نظرت لهذه المنتديات بهذا الشكل وجد أن موضوع كرة القدم وكرة السلة لا يتصق كثيرا مع موضوع الفلسفة البوذية والهندسية أو غيرها فهذه الموضوعات مختلفة فيجب تقسيم المنتديات الخاصة به بطريقة أفضل من ذلك ففكرت أن أقوم بإنشاء قسم معين أسميه قسم الفلسفات أضع فيه الفلسفة البوذية والهندسية وقسم الرياضة أضع عندناه كرة القدم وكرة السلة فكيف يمكن القيام بذلك؟ فبكل بساطة نذهب إلى الموقع ونذهب إلى المنتديات كافة المنتديات سأقوم بإضافة منتدى جديد واسم المنتدى الآن سيكون الفلسفات الفلسفات أو فلسفات من حول العالم الفلسفة حول العالم أو فلسفة حول العالم لا أعرف إذا كان هذا عنوان لغويا صحيح الفلسفة حول العالم على سبيل المثال وهنا سأقول في وصف هذا المنتدى نتحدث عن الفلسفة أو موضوعات الفلسفة المختلفة من دول مختلفة أو من حول العالم فهذا فقط شكل سريع أكتب في خصائص هذا المنتدى من النوع لن أضعه النوع المنتدى لن أضعه منتدى سأضعه تصنيف أي هذا القسم بحد ذاته هو عن الفلسفة فبعد ذلك سأقوم بنشر دعونا الآن نقوم بهذا العمل نذهب إلى كافة المنتديات ونختار الفلسفة البوذية نقوم بتحرير وخصائص المنتدى سأجعلها أنها ابن لقسم الفلسفة حول العالم بهذا الشكل تحديث نفس الفكرة سأضعها للفلسفة الهندسية تحرير وسأضعها أن تكون ابن للفلسفة حول العالم تحديث جيد فإذا الآن إذا ذهبت الفلسفة حول العالم قمت بعرضها فسيأتي أدناها الفلسفة البوذية الفلسفة الهندسية لاحظتم معي الآن إذا قمت الذهاب إلى قسم المنتديات سيتم عرض الفلسفة حول العالم الفلسفة البوذية والفلسفة الهندسية الآن أريد أيضا أن أضع كرة القدم وكرة السلة ضمن قسم جديد فسأذهب إلى أضف منتدى جديد سأقول الرياضة سأقول هنا وصف سنناقش موضوعات رياضية حول كرة القدم وكرة السلة لها الآن معي أقوم بإضافة وصف بسيط حتى كل شخص مثلا يقوم بالتصفح المنتدى يرى الوصف هنا يفهم ما هذا المنتدى إذا أراد أن يشارك به أو لا فنعود للمنتدى هنا وهذا المنتدى سيكون نوعه تصنيف ونشر ثم نعود كافة المنتديات ونذهب إلى منتدى كرة القدم تحرير ونضع له أب وهو الأب سيكون الرياضة تحديث وأيضا كرة اليد نفس الفكرة أين كرة عفوا كرة السلة كرة السلة ف سيكون الأب الرياضة تحديث والآن إذا عدت لي المنتديات تحديث سأجد أن هنا لدينا قسم الرياضة والذي سنناقش فيه موضوعات حول كرة القدم كرة السلة وهنا المنتديات الفرعية له كرة القدم كرة السلة لدينا أيضا منتدى القسم الفلسفة حول العالم وفيه منتديات أخرى التي هي فلسفة البوذية والفلسفة الهندسية وبهذه الطريقة نستطيع تقسيم المنتديات الخاصة بنا إلى أقسام ومن ثم كل قسم نعطيه منتديات أخرى ويمكن أيضا أن نعطي كل منتدى منتدى فرعي كما هو الحال هنا فالرياض هي القسم كرة القدم هي المنتدى الأصلي أو الأساسي وأيضا يوجد لديه منتدى فرعي هنا اسمه منتدى الدوري الإسباني كما فعلنا في الفيديو الماضي فهذا بالنسبة لفيديو اليوم أتمنى أنه كان مفيد وساعدنا لتقسيم وإدارة منتديات موقعنا في الفيديو القادم أعتقد سنتحدث حول كيفية إضافة موضوعات ربما فإذا لنرى ذلك وتابعوني وألقاكم لاحقا